السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شبهة عجيبة حول استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كلنا عارفين حبيبي أن اليهود هم قتلة الأنبياء وأنهم أيضا حاولوا قتل سيدنا عيسى عليه السلام ولكن الله عز وجل رفعه إلى السماء وهو الآن حي يعيش في السماء صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى بفضل الله سبحانه وتعالى بل أيضا تآمر اليهود أكثر من مرة في محاولات لقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من بين تلك المحاولات أنه بعد انتصار المسلمين في غزوة خيبر دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى شات يعني كانت قد أعدتها امرأة يهودية اسمها زينب بنت الحارث هي سألت من أي الطعام يحب نبيكم أن يأكل فقالوا يحب أن يأكل من لحم الشاه قالت ومن أي مكان في الشاه يحب أن يأكل قالوا من ذراع الشاه فدست السم سما قاتلا دست السم في تلك الشاه ولكنها زادت من جرعة السم في ذراع الشاه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه وجلسوا من أجل الطعام نهس النبي نهسعني أخذ قطعة صغيرة ثم وضعها في فمه وإذا بالله عز وجل ينطق الضراع الشاه فتخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة حتى لا يأكل النبي منها فلفظ النبي تلك القطعة من فمي لكن بكل أسف كان السم قد تسرب إلى جوف النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي تلك المرأة ما حملك على ذلك قالت أردت أن أقتلك قال ما كان الله ليصلتك علي ثم سأل اليهود الذين كانوا جالسين قال لهم هل وضعتم ثم في تلك الشاه قالوا نعم قال ما الذي حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كاذبا أراحنا الله منك أو استرحنا منك وإن كنت نبيا لم يضرك خذوا بالك بقى فهنا بقى في الرواية دي هنا بقى الشبهة التي حدثت إن بعض الناس قالوا الله طب ما النبي إن ضر من ذلك السم ومات بعد ذلك من أثر السم معنى ذلك أنه لم يكن نبيا حاشا لله ليس هذا المقصود إنما همقصود هنا إن هؤلاء اليهود وهذه المرأة يا زينب بنت الحارث اليهودية أرادوا قتل النبي في الحال وإلا فهناك صحابي آخر أكل مع النبي بقى الصحابة جمع النبع السلام أخبرته ذراع الشاه أنها مسمومة قال النبي صلى الله عليه وسلم كفه عن الطعام يعني أمرهم ألا يأكله فالوحيد اللي كان أكل لكنه كان أكل قطعة كبيرة كان هو بشر ابن البراء ابن معرور رضي الله عنه وأرضاه جمعا بشر ابن البراء بعد دقائق أو بعد وقت ياسير جدا مات من أثر ذلك السم خدوا بالك ولذلك عفى النبي عن تلك المرأة اللي هي التي وضعت له السم اللي هي زينب بنت الحارث عفى عنها وتنازل عن حقه فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن بشر ابن البراء بن معرور مات بسبب ذلك السم سلم تلك المرأة إلى أولياء المقتول اللي هو بشر ابن البراء فقتلوها قصصا بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى الشاهد في الموضوع أن اليهود وأن تلك المرأة أرادوا قتل النبي في الحال وما كان الله ليسلطهم على النبي بذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بعد ذلك تأثرا على فترات ثم في آخر العمر بعد أكتر من ثلاث سنوات خذوا بالك بعد أكتر من ثلاث سنوات يعني أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بحمى شديدة ومات على إثر تلك الحمى فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم انتصاراته وجاهد في سبيل الله وشاهد دخول الناس في دين الله أفواجه ثم مات بعد ثلاث سنوات بإذن كلمة لو كنت نبيا لم يضرك أي لم يضرك في الحال وبالفعل هو لم يضره في الحال وإنما ضره بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وذلك لسبب ليجمع الله للنبي صلى الله عليه وسلم بين شرف النبوة وبين شرف الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان قطاع أبهري من ذلك السم فزي ما قلت لحضراتكم حبيبهم يثيرون هذه الشبهة أن اليهود قالوا إن كنت كاذبا استرحنا منك فقالوا فهذا دليل على أن ذلك تهم للنبي وحاشى لله فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء اليهود أرادوا إن كان النبي كاذبا حاشى لله أن يموت في الحال والنبي لم يموت في الحال صلى الله عليه وسلم وإنما مات بعد ذلك بأكثر من ثلاث سنوات بعدما شاهد الانتصارات وجاهد في سبيل الله وراء الناس يدخلون في دين الله أفواجا بعضهم يقول لك طب ده برضو بيتعارض مع قول المولى عز وجل والله يعصمك من الناس بإزاي عصمه إذا كان هو أكل من ذلك السم حتى وإن مات بعد سنوات أقول وهذا جواب وكلام أهل العلم في تلك المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من القتل على وجه القهر والغلبة يعني مستحيل أن ربنا صلت واحد على النبي صلى الله عليه وسلم فيقتله سواء كان ذلك في الجهاد أو خارج الجهاد مستحيل وإنما صلت هذا الابتلاء على النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع الله له بين شرف النبوة وشرف الشهادة في سبيل الله سبحانه تعالى فأراد اليهود من ذلك أن يضعوا السم في تلك الشاء أرادوا قتل النبي في الحال لأن السم كان فكتاكا كان من أصعب أنواع السم الذي يستعمله العرب ولذلك بشر بن البراء بن معرور رغم أنه كان شابا صغيرا والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كان كبيرا في السن صلى الله عليه وسلم إنما بشر بن البراء كان شابا صغيرا في عز عنفوانه وقوته ومع ذلك لم يتحمل السم ومات في التول لحظة ولم يتحمل أما النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن السم تسرب إلى جوفه إلا أنه بقي على قيد الحياة يجاهد ويبلغ الدعوة ويرى الانتصارات والفتوحات إلى غير ذلك حتى مات بعد ذلك بأكثر من سلس سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى فكان من إكرام الله عز وجل للنبي وركزه معاه بقى في الثلاث عناصر الدورة كان من إكرام الله عز وجل لسيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم رقم واحد أن لا يؤثر فيه ذلك السم إلا بعد ثلاث سنوات إظهارا لصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه نبي كريم لأنه ما أره وإن كنت نبيا لم يضرك فهو فعلا لم يضره في الحال وكان في هذا إرغام لأنف اليهود بفضل الله سبحانه وتعالى رقم اثنين أن يبقى النبي تلك السنوات ليه جاهد ويرى أثر دعوته الناجحة فلقد فتح الله عليه الفتوحات وآمن أهل الجزيرة العربية بفضل الله رقم ثلاثة أراد المولى عز وجل برحمته وجوده وكرمه أن يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين مرتبة النبوة والشهادة لأن المبطون شهيد فيكون النبي هو النبي الشهيد صلى الله عليه وسلم ملحوظة أخيرة بقى لما نشرت مقطع أبي عبيدة لما بيقول السلام على النبي الشهيد صلى الله عليه وسلم فأردت أن وضح لماذا يقول هذه الكلمة يعني رضي الله عن أخي الحبيب أبي عبيدة ربنا يحفظه ويبارف عمره أردت أن أستدل على ذلك وذكرت هذا الحديث فبعض الناس قالوا طب ما هناك دليل آخر بفضل الله احنا مش بحتاجين للحديث فقط ما عندنا دليل من الكرآن أن المولى عز وجل قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة قالوا أهو الله عز وجل شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد وهنا المعنى خطأ بعض الناس يستدلون عشان كده بقول يا جماعة محدش بالله عليكم يتكلم في أي شيء لا من الكرآن ولا من السنة إلا بعد سماع أهل العلم ربنا يبارف فيكم ويحفظكم فلو سكت كل من لا يعلم عما لا يعلم لقل الخلاف فبعض الناس يقول لك ما هي الآية هي بتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شهيدا أقول لك لا هذا كلام خطأ لأن المعنى هنا أي كيف يصنعون إذا جئنا من كل أمة بشهيد يعني نبي كل أمة يشهد على أمته بما عملوا ثم قال بعدها جل وعلا وجئنا بك أي يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء شهيدا أي شاهدا مش شهيد فالشهيد هنا معناها شاهدا أي يشهد على أمته ويشهد على كل الأمم صلى الله عليه وسلم يشهد على من رأى وعلى من لم يرى صلى الله عليه وسلم واضح كده حبابي عشان بعض الناس بيستدلوا بلا علم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شهيدا أو مات شهيدا بدليل هذه الآية الآية دي ما لاش علاقة بالموضوع ده خالص بالمرة الآية دي بتتكلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون يوم القيامة شاهدا على كل الأمم أما شهادة النبي صلى الله عليه وسلم فهي ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة ما زلت أجد ألم السم الذي أكلته من طعام الذي أكلته في يوم قيبر فهذا أوان انقطاع أبهري يعني هذا أوان وفاتي صلى الله عليه وآله وسلم فكان هذا هو الرد على تلك الشبهة وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته